أكد رئيس جامعة قناة السويس ناصر منظور على حرص الجامعة إلى توجيه قوافلها الطبية الخاصة بالإصحاح البيئي لخدمة المواطنين داخل محافظة الإسماعيلية وخارجها وصولا إلى المناطق النائية وذلك إيمانا بدورها الخدمي والمجتمعي ضمن المبادرة الإنسانية القومية حياة كريمة أكد رئيس جامعة قناة السويس أنه تم توجيه قافلة شاملة لقرية السبع أبار التابعة لمركز ومدينة أبو سوير مشيرا إلى أن هذه القافلة قامت بعلاج 648 شخصا بأن فترة طويلة بنرسل القافلة الطلبية كمان تم تنسيق مع وفدة حياة كريمة في الإسماعيلية وبنرسل القافلة الطلبية لجميع مدن الإسماعيلية وسيناء والسويس وبورسعيد وعندنا جنوب الشمال السيناء عندنا حاجة و30 قافلة طبية أكثر من 30 قافلة طبية أو قافلة كاملة فيها قافلة شاملة زراعية وطبية وبيطرية وأسنان وطبعا الجزء التوعوي أو الخاص بالتسقيف أو محل أمية إلى خيره وفيه جزء متعلق بالنشاط الزراعي فقط فيه كمان ضيفنا لهم قافلتين كاملتين بناء على طلب وفدة حياة كريمة لمنطقة الأنترى الشرق قافلتين كاملتين طبيين وإن شاء الله معظم الحالات اللي هتحتاج أن نحن نحول الحالات بتاعتها للمستشفيات الجماعية بتاعتنا هتتحول وهتأخذ كل العناء إن شاء الله سواء عمليات أو تحليل أو العخير شكرا